يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مخابر فرات الرازلس يقدم لكم هذا البرنامج برعاية شيري يقدم لكم هذا البرنامج برعاية بلاطة يقدم لكم هذا البرنامج برعاية لويكس يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كادياس يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي يقدم لكم هذا البرنامج برعاية تيكنو نورم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج الذي سيتيكم خصيصا في كان كوديفورا كان في الزاير إذن مشاهدين الكرام للحديث عن المتخب الوطني الجزائري الذي سيكون على 24 ساعة من الآن على موعد مع أول مباراة له في كان كوديفور سنتحدث عن تحضيرات المتخب الوطني عن كل ما جاء في الندوة الصحفية عن افتتاح الكان إضافة إلى حالة أرضية ملعب السلام وكل هذا بالصور الحصرية التي رصدها موفدو قناة زي التوب الإلكترونية المتوجدون في الكوديفور أسعد باستضافة الصحفية عشور زهير أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة في كل مرة نتواصل وأتصل بك شخصيا وتلبي الدعوة بكل فرح وصور أهلا وسهلا نزيم تحية خالصة لمتتبع زي التوب إن شاء الله تكون حصة في القمة والمستوى خاصة مع النشيط براهم شاوش أكيد ومحل القناة زي التوب والذي صالة وجد في أكبر الأندية الجزائرية منها شربة القابة شربة بيجاية موديت الجزائر براهم شاوش أهلا ومرحبا بك أكيد براهم شاوش اليوم استوديو ومحمر بالإيشان غير مو نشيطات من 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 إيسان ما يتعب إن شاء الله اليوم ما يتعب يا براهم وكل ما يتعب الشيخ نعطي له شو يحجي الفور يعني يشربو ينشط نستاعو شيخ مشكور نزيم والخروج انتعنا من استوديو رح نجوزوا على لجنة المنشرات إذن بداية مشاهدين الكلاب ومتابعين الأوفياء سنتحدث قليلا فقط هنا ونفتح قوس عن حفل افتتاح الكنسي عاشر الزهير حفل كان بسيطا جدا مقارنة بحفل بطولة اللاعبين المحلي تجارة بالجزائر وكأن الحفل تعل أمس هو اللي كان تعالشان وحفل تعل كان دليل بأن الجزائر يعني لو يعطى لها شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا سيكون الأمر مبن نبدأ بك سيعة شهور بعد ذلك تم قلولة براهن فعلا نزيم حفل جد متواضع تم من خلاله يعني القيام بأمور يعني عادية جدا لا تقارن بما حدث في الجزائر في شان الجزائر اللي كان حفل في القمة وهذا دليل على أن الجزائر رصدت أموال كثيرة وإمكانيات دخمة للقيام بمثل هذه الافتتاحية رغم أن الأخبار الأخيرة تقول بأن كود ديفوار رصدت حوالي مليار دولار لإقامة هذه الكانت كانت 2029 من ملاعب ومن أمور أخرى لكن يبقى الافتتاح متواضع حسب ما رأينا وهذا ما سنشاهد أيضا رفقة محل القناة زيتي براهن شاوش أعطينا صور عبدالباسط طوبال مخرجنا من أجل أن يشاهدها براهن شاوش ويعلق من خلالها كيد براهن شات بالأمس حفل الافتتاح الذي كان بسيطا وهذا الدليل بأن الافتتاح تعشان الجزائر عادة ما تساهم في تطوير الكرة الافريقية من حيث الشكل ومن حيث أيضا المضمون والمحتوى براهن شوفوا الله غير أولا ما نقدش نقارن لك محال تقارن كود ديفوار بالجزائر لأن كما يقولوا الفرق شاسع بصح الجميع كنا نستنى والحفل يكون كبير نعم لكن ما يخفش عليك بالاقتصاد كود ديفوار اقتصاد توجيست معين في مراوش اكشفت المارشي والناس تاكل برا وماكاش ليجيان والأمراض وكلش واليدا قلت لك هذي هي افريقيا الحفل جدو باسيط شوية ناس يشطحوا طروها ولا كاتشانتر يعني ما كاش فيها وحتى المغنيين ماشي عالميين يعني حتى ضيوف الشرف ضيوف الشرف اللي شفناهم في الشان كانوا يعني اكتر قيمة والصادة كان اكبر من الكان يعني يقولت لك ما تقدرش تقارن كود ديفوار بالجزائر ده كله كان صوت يقول الكاس اسيال تشوف الافتتاح ضخم ولكن افريقيا تقعد افريقيا وما زال هذي كود ديفوار بلك في النسخة لتاع كينيا ومعلا بديش ليت ليت طروها هذو كلي راح يذهب بلك تشوف حويج بيزارون كورا دي الافريق المهم المهم كما يقول الانسان المهم تقول لا سيكوريتي لأنه يكون صحيح الان حتى الناخب الوطني جمال بالماضي قال من حيث من جانب الامني كل الامور جيدة فاتحنا قاوز فقط حول حفل الافتتاح هنا تمنى أن يكون حفل اختتام بتتويج المنتخب الوطني وأجمل حفل سنقيمه هنا الجزائريون في الجزائر وفي معظم أرجاء المعمورة وكان يدوها ثلاثة يعني العالم كل واحدة هذه شبون سنة جبلة ربية راح يكون احتفالة راح يكون احتفالة كتر من تادي ميلديزنا وهذا ما نتمناه ان شاء الله جمهور الجزائري شاغوف بمثل هذه التتويجات وانتظر كثير من فريق الوطني الجزائري خاصة بعد الخيبة على الكاميرون اليوم فعلا فعلا شعب الجزائري روي السنة في نتائج جدو ايجابية وراح تكون اول مرة ايضا تتويجنا ان شاء الله جيبوها من بلد افريقي وهذا ما نتمناه ان شاء الله وكل الظروف تبعتوا على التفاؤل والارتياح سواء وسط المنتخب الوطني وخاصة من ناحية المحيط الآن المحيط المنتخب الوطني محمي جيدا برايما دل مرة عكس ما كنا نشاهدين فيه كان كاميرون يعني كانت فوضى يعني كانت فوضى ليجي يدخل ليجي يخرج يعني الجميع كان يدخل للفندوق ويلتاقت الصور وكأنه يعني معسكر الكشافة يعني لازيماش اللي شفناها متاع الناس داخل الفندق ويتصوروا نوزا دوني نماش كنسي كالناس راح توريزم سياحة بس كاليوم نتحداك مع الناس اللي جوال الفيدرالية شوفي لك شواحد يقرب من الاشخاص من خارج المنتخب الوطني يكونوا داخل الفندق محال مستحيل لأن الناس اللي رأي الاتحادية ولي رأي مقايمين يعرفوا الأمور هادو يزون بارتسيبات دي كوب دي مون غلقوا عليهم خلاص خلاص مشي غلقوا عليهم فريق الوطني يحتاج الهدوء يحتاج الكنسانتراسيون يحتاج الهاتف لتصوروا واتصوروا راح تصوروا في المطار ويتصوروا معهم ولكن اليوم ناس كي تلاحق دي جالاك ودد يوار راي بدات كأس افريقي على اللعب في اذهانهم راح تصوروا ويڭيك واحد انستاغرام او يوتيوبر ويڭيك واحد كما شفنا في الكامرون إلى ما خانتني شداك إراج يوتيوبر مصري وتخلح تلفندق وداروا حديث معه بالماضي ودار حديث مع اللاعبين ألور كسيفو واسموه معسكر وهذا المرة تم حفظ كل طروس أبراهيم شاوش حتى نتنقل لأجل حديث عن المباراة الأولى التي جمعت بينها منتخب كوديفور صاحب الأرض والجمهور سنعطي لك صاحب الأرض والجمهور بالأمس فوز رغم أنه في المباراة الأولى ولا يجيب الحكم على مستوى منتخب كوديفور إلا أنه يبقى فوز غير مقنع نكمل لك دايما في سياق ما جاء به إبراهيم شاوش المثال العربي يقول إذا رأيت صاحب البيت بالطبل ضاربا فلا تلوم منه سبيانا إذا رقصوا رئيس البيت والمسؤول في كاميرون ما هو المسؤول اللي موجود اليوم في كوديفور كوديفور موجود صادي صادي عمل مع رو رو صادي يعرف البيت يعرف التنظيم عاشوا كان هو من رجالات التنظيم تاع الحجرة وروا إذن حضر كل شيء أكشف تراح ودار لهم أوتل وحدهم فندق وحدهم ونظم لهم كل شيء وذلك واش قالك براهيم اليوم اليوم ما عليهم إلا أن يبرهنوا في الميدان كل شيء موجود وهذا ما نتمنى تعليق فقط حول مباراة الافتتاحية بين كوديفور وغينيا بيساو فوز غير مقنع رغم أنها تبقى مباراة أولى على بنا كان هناك ضغط ساحب الأرض والجمهور وعقدة بالمباراة الافتتاحية يعطينا بك مختصر حتى يدرنا أيضا الفريق الكوديفور في أول لقاء أمام جمهوره في كاسمم إفريقيا الفين واربعة وعشرين لازم له يلعب بها الطريقة المهم هو بالنسبة ليه الفوز ثلاث نقاط وينطلق لأنه ضغط عليه كبير 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 أمام الجماهيره وأبان على بعض الإمكانيات وكان بعض اللعبين اللي ظهروا ورحين الصعود رح يكون مع مرور المقابلة يعني ما تشوفش كوديفورت اليوم رح تشوف ممكن كوديفور في الدور الثاني بينما الفريق غنيا بيساو غنيا بيساو أبان على إمكانيات ضعيفة في رابع مشاركة فقط نعم هو دخل وهو يبحث عن تسجيل أول هدف في تاريخه في كاس أمم إفريقيا براهيم بخصوص المباراة الأولى باختصار فقط حتى نتلقي المتحدة شوف سي سامبل روي لعب قدم جمهور تاعه 60 ألف وعنده لعب في بلاده تكون أنت هذا الوجه أقوى منافس كان ضعيف سامحني منافس ضعيف صح لكن كان حاجة المنافسي براهيم منافس قاعد حاول حتى لدقيقة القراءة قاعد يدفن كانت عنده بعض المحاولات ووالا باش نلخص لك شك كوب دافريق الذي يلعب في بلاده كان صعبا وذلك كما قال لك تزيد بالوقت دوزيام تور لقد يكون عندها بزيف لعب قدام الجماعي مجبارة على تحقيق الفوز فقط مجبارة للمشي مجبارة نقول لك بلك مجبارة بلك ما لباليش الخطاب للرئيس للاتحاد يتعبو ولكن يدفن لفينال لأنه 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 يتعبو الجميع على الأقل فقط نتنقل إلى فضل السيزهر نقطة فقط مراحضة إبراهيم شاوش لعب قديم ويعرفها مليح في كورة القادم ويعرفها في إفريقيا ويعرفوها اللعبة شوف الضغط على اللعب في كورة القادم لا يعلموها إلا اللعب الضغط ضغط هذا ما عندوش الحل تاوه ما عندوش الحل تاوه يحس به غير اللعب ومعمره الوقت باشي عاود ياخد الأنفاس لكن عندما يكون اللعب باسي زهير عندما يكون اللعب يعني متعود على الضغط يعني يصبح يعني يبارتي دي صافي يعني الضغط هذا يولي جزء من حياته ويعرف باش يسيره رغم هذا مش يساعد شوف نقدر لك مثلا قصد يعني عندما يكون لعب محتلف يعني تروح له من بلو نقدر عايش معه شوف باش نتفهمه الضغط يختلف الضغط يختلف باشك نقدر نقول لك باللاعب يكون يلعب في النادي الضغط عنده خاص خاص وعندما يمثل البلد تاو ضغط خاص باش نعطي لك أنا معلومة مورش مثال باسيت أحسن لاعب في العالم اللي هو ميسي ميسي عندما يلعب كوب دي موند ويكمل كوب دي موند ما كاش أرجنتيني ما نتقدوش بعد كأس العالم ما شير اللي فازوا بها اللي فاتوا علاش باشك لما يرجوار يدوا قاني لكوب دي موند ميسي كتاسترح حتى تدى لكوب دي موند تعال اللي تلعبت هالي اللي فاتت في قطر باش نزل عليها الضغط باشك في برشالونا نادي صحرا ولكن عندما تلحقنا الوطنية والإعلام سأطرش الضغط كبير كبير وندخل مباشرة في الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني جمال بالماضي والذي كان مرفوقا بقائده وقائد الخضر رياض محرز عبد الباصط طوبة المخرجنا دايما لو نذهب إلى صور الخاصة بالندوة الصحفية من أجل نعيشها معنا المشاهد شكرا لك عبد الباصط على المدودة الكبيرة حتى عبد الباصط براهيم يعني ويشرب جالفور يعني من أجل لا هو لا يشرب جالفور في الخفاء في الخفاء ومورا والكاميرا لا لو معلبنا شعره ويشرب يجب أن نديره تحقيق لذلك يعني قمنا في ريفين الباطة الخاصة العلبة الخاصة بجالفور يعني وجدنا واحد فقط لأن عبد الباصط دون ذكر أيضا سامير بادي المتنقل اليوم إلى كوديفور دالي ودال عبد النور وحسين بوشكير إذن في الندوة صحفية نبدأ بك سي عشور بما أنك إعلامي من أجل إعطائنا الخلفية الإعلامية والتحليل الإعلامي للتصريحات قال جمل بالماضي في بداية حصات تدريبية نحن جاهزون من كل النواحي حضرنا جيدا في طوغو كنا متواجدون في أجواء مناخية قاسية على هنا وقال كما كنا نتحدث قال لا أشعر بأي ضغط بما أن الضغط هو جزء من حياتي وحياة اللاعبين لو تحللنا الجزء الأول من هذه التصريحات حتى نتنقل إلى أجل التربوس كان تربوسا ناجحا لأن التربوس كان فيه ضغط أكثر من العودة إلى الكوتيفور والتحذير للكان في التربوس كانت حرارة كثيرة كان ضغط كبير كان عامل لكن لما عاد الفريق الوطني الجزائري وهذا بشهادة كل الصحفين وبشهادة تصريحات عطال وتصريحات عوار اللي كنا نسمع فيها نازيم كلهم أجمعوا على أن لابريسيون حبطت يعني في كوتيفور المدر المدر الناخب الوطني نازيم من الأول ما حبش يدي الضغط على نفسه لعرفة كان يتحدث برازانا ورفض إعطاء يعني كل خبير كان هذا سطحيا فقط سطحيا ما أعطاش يعني لدي أفريق ملاحظة مهمة جدا نحاول الضغط على رحم هذا شي جميل جدا وحتى لاعب من لعبين الجزائريين نظن عمورة رشح المغرب رشح فرق ولم يرشح الجزائر يعني أعطيت تعليمات لإنزال الضغط على اللعبين وعلى الناخب الوطني وهذا داخل في الديسكور طبعا داخل في الديسكور وداخل في البسيكولوجي من ناحية البسيكولوجية تحضير دون ضغط وإن شاء الله إن شاء الله هذه العملية هذه تعود بنجاح الفريق الوطني الجزائريين نواصل في نفس نسق سياش عشر وفي الباب اللي فتحته بخصوص التحضير الدهني والبسيكولوجي حتى رياض محرز قائد المتخب الوطني أكيد شاهدت الندوة الصحفية إبراهيم شاوش كان يتحدث بكل برودة وكان يرد على أسئلة الصحفيين دون الدخول في التفاصيل يكتفى بالقول يعني يكرر عشان من مرة نحن جاهزون حضرنا في ظروف جيدة لاعبون غير مضغوطين على بلنا وشويسنا فينا وقال يعني بما كل المنتخبات حضرت بطريقة جيدة يعني رأي تنوي تروح للذهب لأبعد نقطة نحن أيضا حضرنا للذهب إلى أبعد نقطة يعني لم يحدد يعني الناس في النهائي نهائي دليل على أن هناك تحضير دهني وبيسيكولوجي لأولئ لاعبين شوف أنا نظلم بالماضي سابرمير كوبدافريك في 2019 كي رحنا مرحنا مرشحين ورحنا قدرنا منتخب كان عدنا منتخب لبس به ورحنا باش نديرو ينبون كوبدافريك دينا جيد ون 2020 في كامرون رامجاو الفافوري غير الحقنا رامجاو 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 بالماضي حجباين أو لو كانوا لديكلاراسيون انتونك التونان دي تتر يجي باش يفيزي او موين فينال جيد قينا رحنا خسرنا برميتور بسكو نيبو تا لستاج الماسكاراد استاج دنا في قطر هكذا منيش صحة مبعد الامور تنظيمية كاريتا الفندق فيه الغاشي سوالح القينار هنا خرجنا برميتور اليوم بالماضي راوي طبق ما قولت بان نقولها باللغة الفرنسية سي لاتت فرواد ولا لاتت سوالزي خويا انا قالك جيت pour aller لبلوان possible ما حدد الهاتف هذي بش ما يدير شو pression على لجوار توعو وفيما يخص لديكلاراسيون تا عمور أو تا محرس غا عي رحو دوو للمام سنس حتى عوار ايضا رياض محرز ردي على سؤال احد الصحفي قال انا لست هنا من اجل منافسة محمد صلاح على جائزة فردية انا هنا من اجل ان انافس على الكأس لاسعاد الشعب الجزائري وهذا يعني هذا الخطاب يذكرنا بخطاب 2019 كل لعبين كانوا يتحتوا على المجموعة يتحتوا على مصلحة واحدة يتحتوا على هدف واحد براعيم وحتى في المنطقة المختلطة التي انتهت اليوم قبل قليل انتهت حتى اللاعبين يعني يهضروا بنفس الطريقة وبنفس الصيغة ومن بينهم ايضا يوسب ليلي قال نلعب اساسي او نلعب احتياطي او ما نلعبش كامل سأكونوا مع المنتخب سواء في بنك الاحتياط سواء فوق المدرجة تفضل لستي ظاهير وايضا يمكنك تشارك معنا وهذا اجابة بالليلي وغيره اجابة على المشككين اجابة على المشوشين في الناس كثيرة طريقة وباخرى ما هي تفتحون يا براهن تكسير كل ما هو على بالي عندك كل ما هو جزائري وهذا ما نجح نحن من الداخل ساعة شو ما 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 م наход من داخل المنشوشين من داخل جزائيا لا من خارج لا من داخل جزائيا خاصة من داخل جزائيا مك الناس لا 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 ما تحبش بالماضي لما تحبش النجاح ما تحبش النجاح نجاح الاتحادية نجاح بالماضي وبعض نخصص كما قال لك إبراهيم نبدأ بالماضي نبدأ في سادي نبدأ وكذا وكذا النجاح يسكت يسكت الجميع كان حاجة باش نرجع لك لها حتى الفرق الأخرى والصحفيين الآخرين والدول الأخرى ما يشترى الشحر الجزائر وهذا شي جميل وجميل جدا وش يتقول عندكم متخب كبير الجزائر متخب كبير لكن ما قالوش الجزائر فضوري جزائر مرشاح هناك من يقول بأن الجزائر بدي تركيبة عن نجوم ما تروحش بعيد وسائل الإعلام يعني أجنبية لكن بإذن الله الرد سيكون فوق الميدان لكن احنا الحمد لله النجوم انتوعنا على الطريقة الجزائرية يعني ما مش هذوك النجوم اللي يمشيوا في التيرا شفناهم تكي تشوف بن سبعين يلعب ولا تشوف محرز يلعب ولا تشوف عمورة يلعب ولا غيره ولا بن طالب ولا غيره ولا زروقي ما تقول شها دارا يلعب هذو اسمهم نجوم لخدمة المجموعة بسكو النجم اللي يخدم الفارق هذك هو النجم كما قال محرز خالك جيت هنا عجل متخ نجيش نجير جوائز فردية صاحة معليش دوك إلا النجم اللي يخدم الفارق والمنتخب الوطنيوي ماشي المنتخب الوطني يخدم على النجم هنا تصبح هناك مختلفة أنا نقول لك أن ترى شيئا كوبدا في الناس أليس تبعنا هذا وهذا هناك كوبدا فيها تتبعنا كوبدا فيها كوبدا فيها لأنها تبعنا صعب خاصة ترى اليوم نجيريا خاصة من جانب الموناع تيرانة في نجيريا تيرانة في نجيريا الملعب اللي لعبت فيه نيجيريا أمام غنيا بيسر أمام غنيا بيسر أمام غنيا بيسر نقول لك فيه ليبوز فيه الحفاري صح هذه واحدة ملعب مباراة مصر أمام جزتام أنا أعلم هذه سافي بارتي تاواش من زهرك تحت في بواكي من زهرك تحت في أبي جون كما تلعب لعبت المصر ولكن كما تطيح في سطاة كما هذا تزيد تصعب المأمورية على نفسك كما ليسطاة على كامرون ومن بعدها عندك لك كليمة إبن قال لك من 11 إلى النهار من 5 أشياء ولو كحن نعبوه ثلاثة مع بيركي نفاسو ما تقتلش تخرج قال لك تطالعها بزاف على حساب ما قالونا وهذا ما قاله رياض محرس بره يمشوش حتى وقاطع كلامك فقط قال رياض محرس قال تعودته على الأجواء في السعودية وعلى المناخ وعلى الرطوبة قال لك لكن أجد صعوبة كبيرة كبيرة أن ألعب في توقيت ما بعد الضغر قال لك توقيت يعني يكون مناخه صعب لو أنت كلاعب حتى أيضا عشورة أكيد لديه خبرة في مجال التدريب ويعرف جيدا هذه الأمور يعني في الزوال يعني لوقت يكون صعب جدا شوف كلاعبنا نحن لعبنا حتى أنت كنت من الفريقية وعندما كنا نعب عديدة في الفريقية المشكلة أنه يجب أن تفهمك الإحساس التي تكون لديك وفي 10 أو 15 دقيق وما تتعرض تبدأ تحس بشكل صعب تخاف أن تنفس تحرقك وهناك من اكثر افريكائي كما نحن بيس باسم كنا نروحوا يومين قبل الماتش نهار قبل الماتش ما تقدرش تتأقلم ومن بعدها دوكا كيتشوف الأهلي تعمى ماصر ولا الويداد البيضية ولا الترجي التونسي يروحوا 5 دوار قبل الماتش حتى يتعاودوا شوية يعني يتعاودوا لدرجة على الموناخ من هذا كما نكمل لك نحرز برك نحرز صح سعودية سخونة صح ميلا بعد 8 تعلين لكن في بعض الأحيان يتم برمجة مباراة على الخمسة بعد الظهر يتم صعبة صحب جدا يعني لعية لا تقدرش تكمباري الانغلوتر الكليما اللي كان فيه مع منطقة صح قالوا من الآن تعود على يعني قالوا مني جاهز صح انا نقول لك حاجة اللي حتفيد المنتخب الوطني ستعطوك هذا هو الجوهر نقول لك على هالعشر يام اللي يخدموا فيها فيزيكمو وانترينو صباحوا وانترينو حشية ودارو هذا هو الجوهر اللي يخلي اللاعبين بدن ينمي عنوش فيه هذا هو الشي اللي كنت رح نتكلم عليه الادابتاصيون اللي داروها في الطوغو تأقلم مع الجو مع الميدان مع الحرارة خلاهم وزادوا قالوا قالوا كانت هناك الادابتاصيون تأقلم كان أصعب مما هو موجود في كوديفور تعبوا 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 كثير لما دخلوا الكوديفور القورهم أحسن هذا جميل جداً بأن جل الفارق الوطني الجزائري يلعب في مناخ بارد في أوروبا أغلبية اللعبة اللي في هولندا اللي في إيطاليا اللي في إسبانيا اللي في فرنسا يعني معظمهم اليوم كيقولوا محرز محرز عنده عنده ستشهور مليارة وفي سعودية لكن هو متأقلم على على المناخ تعالى إنجليترا وده شي جميل كما قال لك إبراهيم أنه الفارق الوطني النخب الوطني رئيس الاتحادية فكرهم فكرهم مليح وداروا برنامج ممتاز اللي رح يعود لهم بالفائدة في اللقاءات الرسالة وصلت سيد زهير عشور الصعوفي وإبراهيم شاوش محللنا إذا المشاهدين الكرام نده بلا فاصل إشهار قصير نرتاحه وترتاحونا معنا قليلاً ثم لنا عودة بعد ذلك موبيليس الرافق الدائم للمحاربين في كان الكوديفور مخابر فرات الرزرس القوة والحمس من قلب الكان شيري يرافقكم في كان الكوديفور استمتع بأجوائي الكان مع بلاطة لوكس الشيب سرق مواحد في الجزائر يتمنى حظ موافق للمنتخب الوطني كادياس طريقكم نحو الكوديفور رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفور تيكنونورم يتمنى حظ موافق للفريق الوطني إذن مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامج زاير في الكان تحدثنا في الجزء الأول براهيم وعاشور زهي عن افتتاح الكان عن المباراة الافتتاحية تدرت بين كوديفور وغينيا بيساو تحدثنا عن أهم ما جاء في الندوة الصحفية وعن حضود المنتخب الوطني لتدريبات المنتخب الوطني لدي أجر آخر حصة تدريبية له براهيم قبل مباراة الغد والتي ستكون فاصلة في بقية مشواره بما أن المباراة الافتتاحية والمباراة الأولى هي مفتاح لبقية المشوار لو تعطينا بسط صور لتدريبات أو آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني جمال بالماضي أو الحصة التدريبية بسط للمنتخب الوطني هذه الصور لمعاينة الأرضية وليس الحصة التدريبية الحصة التدريبية الأخيرة براهيم المعالم تشكيل فرص بالماضي النهج التكتيكي الخطة التكتيكية كل الأمور مضبوطة بالمضبوطة كنا نرى الزمارات الأرضية سنتحدث عليها بعد أحد نظن بالأكل كوبة أفريك في الأولى كما يقولون إن شاء الله إلا فاز الفريق الوطني سيعطي دفعة بسيكولوجية كبيرة خاصة أن صعب قليلا براهيم هذا المفتاح نفس الشيء البداية هي الأهم البداية يجب أن تكون إن شاء الله بفوز فوز تحتلت نقاط الآن خلينا مقنع ما شيء مقنع البداية لازم نفوزه لابد أن الجماهير تفهم بأن في الدورات المغلقة التي يعني عندك هدف لازم توصل له ليس الأداء بقدر ما هي النتيجة يعني الأداء يأتي مع مرور المباريات لا يمكن مطالبة المتاخب الوطني بالأداء وبالتيكي تاكا يعني كما يقال يعني ما يهمك هو أن ستتحدى الدروس ستتحدى المناسة قد تتحدى الرطوبة قد تتحدى التحكيم قد تتحدى الجوانب بتاع المدرجات بما أن اللقاء يعني ماشي يجرى في يعني بلد مجاور أو هذا كل هذه الأمور لابد أن نراعيها وأن يعني نفهمها ونطالب بالنتيجة يعني ما يهمنا تلت نقاط نتقدم من مرحلة للمرحلة لغاية يعني النهائي نجلب الكأس والأداء يعني ميهمناش بزاق شي الجميل نزيم شي الجميل في الفريق الوطني الجزائري كما قال لك براهيم هو أنهى التربص بدون إصابات استرجع كل مصابين واسترجع كل مصابين هذه نقطة أساسية ومهمة الشي المهم الثاني هو أن الناخب الوطني عنده خيارات لما دير الأنزلان تران الحداش الأساسيني الدخلوا ضد أنجولا تخذر إلى الوراء في بنك الاحتياط تلقى البديل تفرح والبديل موجود رغم غياب عمورة عمورة أصبح لبينة أساسية في الفريق الوطني الجزائري إن كلي ميت خاسي إن كلي ميت خاسي إن كلي ميت خاسي إن كلي ميت خاسي يعني كما نقول إحنا يا راهوا في الألانسة إن شاء الله ربي يستروا ويحفظوا وهذا هو شيء الجميع في المنتخب الوطني لا يوجد عمورة هناك بليلي لا يوجد بليلي هناك شايبي لا يوجد شايبي هناك أدم والناس دائم البدائل موجودة وهو الأمر الذي يصف في مصرحة المنتخب الوطني عندما تحدثت إبراهيم عن النقطة اللي كنت تحت عليها شفتك يعني ساكت يعني بالخصوص مباراة الوطني أنا أولا غير شفتك ما نطلبوش بالأداء قد ما نطلبوه بالنتيجة شفتك يعني وكأنك لم توافقني يعني براهيم لا 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 أنا نوافقك بس ك حاجة بينها باش نتفهمه أي منتخب لو كان ما يلعبش بالطريقة التاعه ما يفوش ما تربعش حنا الغلطة الغلطة اللي درناها في الكانتة وكأن الأداء المنتخب الوطني كانوا نديري ما معرفناه لذلك يجي فارق متواضع يدلك مشاكل ويصبح تاونير بحك ورنشفناها في الكامرون اليوم باللوتيران كما يقولوا طريبو الفارق الوطني يقدر يلعب الكورة التاعه أنا لا أتخوف من الأداء عن المنتخب الوطني والله لا أتخوف منه لكن يبدو أن لدينا طريقة لعب المدرب هذا وعنده 4 سنين في المنتخب يجوى على بالهم طريقة اللي اللعبوا بها أنا نظن بلي اليوم المنتخب الوطني ما ستكون لدينا مشكلة في الأداء ستكون لدينا مشكلة في النتيجة أنا الأداء والله ما نقلب عليه النتيجة أنا أنا مين فوزي 1-0 ونربح 1-0 كونت بركين أفاس ونربح 1-0 كونت برقين أفاس كونت للمنتخب الوطني مثل ثم نحن مع السنينجال في النهائي في مصر لعبنا مليح نحن لدينا من 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 ما من 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 ونحن نسوه من المشاوطة إلى السنغال أمام صحة الأفضل ما الأفضل يصدقنا الكأس ونحن لا يقف بالتاريخ وكما تشهد أن النجمة 2 في قميس تشهد أنه في 2019 الإلجيري توجد بالكأس فإنه كان هناك كأس السمحة الأفضل كما تعلم أصدق الإجابة وهو يتعلم ويضع الأفضل ونحن نتحدث في فعل أنه في 2020 كاميرون والنسخاء نبقى دائما معك إبراهيم شاوش ومن خلال التعليقات التي تصلنا عبر صفحة رسمية لمواقع التواصل الاجتماعي يقال أن إبراهيم شاوش كان ينتقي جمل بالماضي وأصبح الآن يدافع عنه يقال بالعامية وكأن إبراهيم شاوش يقلب الفيستا كما يقال ما هو ردك حول هذه الأمور وقال كان ينتقده بشدة وأصبح الآن يدافع أنه بشدة يقال إبراهيم أنا نقل تعليقات الجماهير من أجل توجيهها لك ومن حق الجماهير أنها تتساءل وتنتقدك لأنك شخصية عمومية ولاعب سابق ومن حقهم أنهم يستفسرون ماليش نجاوبك بصراحة هي أنت صح نتقدت شكرت بالماضي في 2019 دينا لك بدافريق أبريلا كان سنة أبريلا كان تعلقات الكامرون انتقدت بالماضي أبريلي قائل الفاصل مع الكامرون والمارنشكو بديمود انتقدت بالماضي شوف نفهمك عجب سياسة أنا باش نفهمك عفسها وأصلاح تمام يقول هناك مصالح يعني لك في الاتحادية بلعقل بلعقل سياسيا عقلية التسفيق ذات البلاد الهوية أنا ماشي من الناس اللي يتصفق مهمت غلط لتصفق لك أنا غلطت قلت وانتقدت بالماضي وانا أول خرجت إعلاميا مور اللقاءت على الكامرون بسكار جعتنا اللور وانتقدت بالماضي ماشي بارابور القاسام أقول بالماضي يتحمل مسؤولية كبيرة انه قاسكو علاه قالي زينا وبقوا طروة مينوت وما عرفش يسير ليشانجمو في طروة مينوت هادوك انكي سينان بيت أصاسا يتحمل مسؤولية لا لا اسمح لي دقيقة عندما المدرب يفوز باللقاء ولا يربح كومبيتيسيون ولا يدير عام 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 كما يقولوا الفريق الوطني من هزمش في 23 كيفاش ننتقد المدربة هلاش ننتقده صافرين حطم نو نشكر بالماضي بس حلو كان بالماضي يغلط وما يديرش نتائج ننتقده هذا هو المدرب تموش حبيته حبيته تسمى مكاش مكاش انتاني فهمك هادو صحاب التعليقات حبو يا تنتقد وتقعد مع صحاب المنتقدين يا تشكر بالماضي البلاد نقسموها لا لا اخويا انا يا واش نشوف نجي نهضر اليوم اه الصحفي اخويا مثال هاولك سعاشور سعاشور هاولك هو اليوم سعاشور درنا حصة تليفزيونية ومشات الله نشكره دار حصة ما مشاتش وما جابتش وحصة موملة ننتقده انا ننتقده على حسب العمل تعويه ناس انا منش ننتقد في الشخص انا عمري ولدش بتقلت بلي بالماضي ارماتريكو ولا قلت بالماضي شخصيتو انا كننتقد ننتقد رياضيا بلي الاداء انتقدت بلي كيفش عطال لعبو اريارغوش مع الكامرون انتقدت بزاف سوالح وهدو صح سيدي فيريتي هدو المدرب اراه اه المدرب اعنا المدرب قالها انا نغلط اه هو شخص كيم احنا اه هو شخص يغلط عندما يصيب نقول له اصاب عندما يغلط بصح ماشي حقنا ندخلو له الديزويت ماشي حقنا ننتقدو في امور غير رياضية بصح اسمح لي دقيقة كيف نقول له انا يا ميتال اليوم اه تاكتيكمون الفريق كان مبحر يجيلو دروها دو بارلي ماني شغير وحدي باش نفهمه علاقتك مع علاقتك مع اصادي بما انك كان محلل وماماتي في نفس الوقت علاقتك مع اصادي لا علاقتي مع اصادي وقال انك تشكره كثير نعرفه من وقت رو روى لا شكرته سامحني اه دوكو سكا بريزو عنده شهرين نحن وجهت منها رسالته قلت له منهار يغلط في دي الحاجة والتي انتيقدت باش تفهم صادي انتيقدت في الراحة في الحص اهنا علا دي المديرية الفنية قلت باللي الانسان لي رأي المديرية الفنية البوست كبير عليه بسما انتيقدت رئيس الاتحادي بصح شكرته بحجز الفندق شكرته بحجر استعطاغه شكرتو كيدار تنظيم في الفريق الوطني حاجة كي تكون مليحان شكروها يا لاس هما نوعان من المنتقدين منتقدون يعرفوا كرة القدم ويتحدثوا عن كرة القدم وهناك منتقدين وهناك منتقدين عندهم خلفيات عندهم خلفيات حتى في جلب مدربين أجانب براهيم أو لعب قديم ويعرف كرة القدم واليوتيوب ما زالوا موجود اليوتيوب عند تعيين ماجر اللي هو أسطورة ولعب سابق ولعب كبير كنت أول من طالبة باستقدام المنتخب الوطني اللي جاء مال بالماضي وكنت أول من سرب المعلومة باش يكون في علمك باللي باشير والزمير اللي كان في المكتب الفيدرالي رح نيقوسيه معه بالماضي هاتفياً ومبعد سونا التليفون لرئيس الاتحادية خير دين زد شي من الفوق وقالوا له عين ربح ماجر كنت أول من عطيت المعلومة وأول من طالبة بالماضي بارسكو عليه كنت مقرب بزاف من الحاج روا روا وشفت باللي عاونوا في السودان باش دار اللي كان يخصو الجمل بالماضي جي سافي ك روا روا كان دير كنفيانس كبيرة في المنتخب في الناخب الوطني شاب جمل بالماضي أيضاً نذهب إلى الموضوع الأخير وبخصوص أرضية ملعب السلام أين ستوجد لمباراة المنتخب الجزائري بداية من يومي غد بداية على الساعة التسعة ليلاً عشور الأمور مضبوطة وكل اللاعبين جاءوا من الفندق حوالي تلد حتى دقيقة ونصف ماشين على الأقدام يصلون إلى يعني قطعوا طريق فقط يصلون إلى الملعب كل اللاعبين جاءوا لمعينة الأرضية لماذا قلت لك في الأول قلت لك ما كاش الآن ما قدرش لاعب لأي واحد يقدر يلقى ناسبة يقول لك جينا في كار وكان ما دي ماراش بكري وملعب دقيقة ونصف دقيقتين ملعب بعيد إلى أخير يعني أمور كذا ما يقدرش واحد يتكلم يعني تروح على رجليك الملعب ملعب أرضية ممتازة ورائعة بشهادة كل اللاعبين حتى نأخذوا حتى الشلفاء حتى نواصل تواصل واصل إذن قلت الملعب ممتاز ورايع رح يسمح للفريق انتعنا إن شاء الله باش يلعب كرة جميلة ما يخفى لكش بأنه قلت لك أغلبية اللعبين يلعبوا في أرضية جميلة في أوروبا يحتاجوا إلى مثل هذه الملعب باش يبينوا الإمكانية تنتحهم غدا إن شاء الله وانا عندي عندي حتى الفريق في راسي عندي يعني تشكيلة عندي تشكيلة شخصية تصور تصور ماشي بالماضي بعد لي لن نتحدث التشكيلة حتى لا يكون هناك أمور أخرى ونترك المنتخب الوطني نترك المنتخب الوطني ونتمنى له التوفيق سواء كإعلاميين كصحفيين كمناصرين كمشجعين كمحبين المنتخب الوطني هو ملك للجميع المنتخب الوطني في هذه الفترة يحتاج إلى التشجيع إلى الحماية إلى الدعم لا يحتاج إلى الانتقاد حتى وإن كان هناك انتقاد لابد أن نترك كل شيء وعند نهاية كأس أمم إفريقيا والجميع يتحدث سواء في البلاطوهات أو في المقاهي أو عبر البت المباشر في معظم الصفحات الآن علينا جميعا أن نتحدى وراء هذا المنتخب ونقف معه وأمامه ونشجعه سواء من المنابر الإعلامية سواء عبر الصفحات سواء عبر مختلف الوسائل والتواصل الاجتماعي لأن اللاعبين يصلهم كل شيء واللاعبين يتابعون كل شيء واللاعبين يرسلون لهم عائلاتهم أصدقائهم كل الأمور خاصة الأمور السلبيتي قد تؤثر عليهم لذلك علينا أن توقف عن الانتقاد عن التنمر عن كل ما هو سلبي ونركز عن كل ما هو إيجابي وهذا مصلحة للعلم الوطني وليس لأي شخص براهيم شاوش أخر كلمة للمتخب الوطني قبل مباراة الغد مباراة حاسمة مباراة ستكون فاصلة في تحديث باقية مشاوهات نتمنى وندعو للمتخب الوطني كما قال بالماضي دعيونا فقط دعيونا دعيونا حتى ربي وفقنا إن شاء الله لدي تعقب برك على خمس دقيق ما بين الفندق دقيقتين لماذا ستتنات للدقائق لا علينا أن نقوم بها خمس دقائق هنا منتخبات لديها 35 دقيقة من مقر الإقامة للملعب 35 دقيقة حتى 40 دقيقة اليوم يجب كما يقولون يفعلون اليوم يقولون انظروا التعليقات الاتحادية براه مكاحت تعاني مع التعليقاتي يقول لك شكرا بزي لا 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 هذا حقيقة بالماضي بالماضي قال لقينا ووفرنا قاعد إمكانيات بلا عبين قالوها وبالماضي اليوم يجب أن نشكره نشكر الرئيس الاتحادية على التعليقات قبل كوبدافريك هذه نقطة إلى السطر هذا الشعب الجزائري لا تفهم عليها فيما يخص المنتخب الوطني نتمنى للتوفيق ونقر بالعمل هل يستخدم الماضي الذين ينتحدون لأجراء دوكا أو غدوة أو قبل الماضي ينتقدون الفريق الوطني ونقرنا كلنا وراء المنتخب كبين جمال بالماضي كي تخلص لها كان ندروح وصالة ننتقدو إلا مشات نفرحو ما مشاتش ننتقدو باش نشوفو اينا والخالي ننتقدو الانتقاد البناء الهادف اللي باش نصحوا الاخطاء تعنا بس كو عدنا موراها دودات ويفا بورلا كوب ديومونت العمل يبقى متواصل صاحا اكي شكرا مكا برنا بلاقل هذا غي يقاطعني بزاف ولا ماركيتو لا براهيم من اجل الوقت من اجل الوقت واجبدلوا التعليقات وقال لهم يقولوا غير انا يدخلها بتعليقات الى درجة اعطشت شربتها قاع قدلك التعليقات يا ساعاتر نحن نلقل ما يوقال نحن نلقل ما يوقال براهيم نكمل الاخر كلمة ايا تفضل يا اخوة ان شاء الله شوف برب ان شاء الله البداية اغدوها تكون موافقة بنتجة موريحة باش تعطي كنفينس لجوال والانترانير وان شاء الله رسالة الى الجماهي المتنقلة باش يتفادوا الاختلاط بس كو كاين المرض وكاين كما يقولوا الله بزاف المشاكل في كو ديفوار اتمنى ان شاء الله هذه اللقعة اغدوها يكون بوابل النهائي ان شاء الله وهذا ما نتمنى ان شاء الله شكرا لك ابراهيم شاوش تفضل سي عشر في كلمة اخيرة الظروف كلها موتية للانطلاق الجيدة ان شاء الله فوز يا رب لهذه المجموعة طيبة هدو الشباب هدو اللي يعايشين في اوروبا ولكن ما تلقاهم يصلي وتلقاهم يديروا العمرة وتلقاهم الاخير شي فرح ويفرح كتير يديروا ايضا الحجاب يعني امور يعملوا اشياء جميلة وجميلة جدا ندعو الله تبارك وتعالى ان يوفقهم توفيقا ان شاء الله ايجابيا في هذه البداية هم والطاقم التقني ربي تبيتهم ويسدد خطاهم ان شاء الله وندعو كذلك كل الجزائريين اليوم انتهى النقد اليوم انتهى الكلام اليوم كلنا وراء الفريق الوطني الجزائري من اجل النجمة الثالثة ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك عشر الزهير على كل ما قدمته لنا من خلال هذا الحضور كان لي الشرف وللقناة حضورك لأول مرة ومرورك على قناة زيرتيب شكرا لك ونتمنى ان شاء الله ان نلقاك في اعداد اخرى ان شاء الله نزيم وشكرا على الاستضافة وتحية خالصة لمتتبعي قناة زيرتيب ومشكور هنا ابراهيم على كل ما قاله من خبرته الميدانية ابراهيم شاوش معروف بصراحته ورحابة صدرهية تقبل الانتقادات والتعليقات سواء كانت سيئة او كانت ايجابية رغم انه اكمل كل العصير يعني شرباء العصير في هذه عطشني هذا وتهي يا اخويا الطاقم اللي رأي وخدم في الزيرتيوب الطاقم التقني الطاقم الصحفي المتواجد في كوديفور عبدالنور حواز حسين بوشكير والتحق بهم قائد الرحلة قائد الرحلة سامير بادي تحيتنا للجميع وسلام الحمد لله على وصولهم بخير وعلى خير وانتمنى لكل الزملاء الاعلامين المتواجدون بقوة في كانت كوديفور من اجل تغطية في مختلف وسائل الاعلام براهيم شاوش شكرا لك على كل ما قدمته لنا نلتقي ان شاء الله بعد نهاية مباراة المتخب الوطني ونحلل ان شاء الله المباراة ان شاء الله تكون تنتعي ان شاء الله تعود على التعليقات خلاص قيل لي انك انت متقامش تعليقات حتى الصفحة وشك تقولي انت ما نقرارش دوري 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 نقرأ التعليقات و يعني بقى دوكتا بارك للاك تقولي كونز نتايا مجزيز تقولي معلش براهيم معلش ما نقولوش باسكو لازم نقولوه لانه دوري دوري نقرأ التعليقات لمعرفة اراء المتابعين يعني الجماهير من حقهم من حقهم وشوف ان نوجه رسالة رسالة شكر للجماهير باسكويرا يتبع فينا باش انسان يتبعك يقدر ينتقدك ويقدر يشكرك احنا نشكره اللي ينتقدونا واللي يشكرون شكرا لكم لكل ما قدمتهم لنا وقدمتم لنا في هذا العدد الخاص بالمنتخب الوطني التحية أيضا لطقم الإخراج بقيادة عبد الباسط طبال وإلى كل طقم السحفية المتواجد في قاعة الإخراج خرجي لهنا مشاهدنا الكرام لكونوا قد وصلنا لختامي هذا العدد نلتقل إياكم في أعداد أخرى وفي مواعد أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قدم لكم هذا البرنامج برعاية شيري لكم هذا البرنامج برعاية رامي. زيرتوب اول قناةٍ الكترونية في الجزائر.